إنها السابعة صباحاً بالتوقيت الشرقي رسمياً بدأ يوم الانتخابات في الولايات المتحدة فتحت مراكز الاقتراع الآن في 23 ولاية لاختيار الرئيس السابع والأربعين للبلاد بعد ماراثون طويل الأمريكيون أمام خيارين الرئيس السابق رجل الأعمال صاحب الثمانية والسبعين عاماً المدان في قضايا جنائية يعتبرها ملاحقة سياسية تعرض لمحاولة اغتيال ويريد دخول المكتب البيضوي مجدداً إنه الرجل الأول في الحزب الجمهوري دونالد ترامب الخيار الثاني مدعي عام سابق نائبة رئيس حالية صاحبة الستين عاماً لم يكن يعرف الأمريكيون الكثير عنها قبل الـ 21 من يوليو هذا العام حينما قرر رئيسها ترك السباق ولا يزال الكثيرون لا يعرفونها أيضاً اختيار الحزب الديمقراطي للرئاسة كاملة هارس المرشحان ليسا غريبين عن البيت الأبيض ورئيس سابق وهي نائبة رئيس حالية يفصلهما عن الفوز 244 مليون أمريكي مؤهلون للتصويت الحصول على 50% زائد واحد من هذه الأصوات ليس كافياً أبداً من أجل حسم الرئاسة الأمر كله يعود إلى المجمع الانتخابي وهذا الرقم السحري 270 صوتاً في المجمع الانتخابي هو الذي سيحدد الرئيس السابع والأربعين لكل ولاية وزن في هذا المجمع الانتخابي ومجموع الولايات في المجمع هو 538 صوتاً لذا فالرقم 270 يمثل 50% زائد واحد الكافي الاختياري الرئيس سنشرح هذا الأمر بالتفصيل في الماضي كان من السهل معرفة الفائز في الساعات الأولى من صباح اليوم التالي لكن انتخابات 2020 تغير وتغير فيها كل ذلك حيث احتجنا للانتظار أربعة أيام قبل إعلان فوز بايدن في بنسلفينيا التي مكنته من الفوز بالرئاسة ومن حق بعض الولايات أن تصادق على نتائجها بعد 29 يوماً من يوم الانتخابات لذا فقد تكون هذه الليلة طويلة جداً وقد تنتهي دون معرفة الفائز خصوصاً أننا نشهد سباقاً متقارباً للغاية تابعونا وأهلاً بكم هذا سيكون الأمر الأولى 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 وقد تكون أكبر أنه يصبح أكبر أنه يصبح أكبر من المنزل اشتركوا في القناة